التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنانتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في منباحثات ثلاثية مشتركة بقصر الاتحادية وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن لقاء الرئيس السيسي مع المسؤولين الأوروبيين جاء لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية أدارت الموقف بشأن التصعيد في قطاع غزة بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرق والدقة في المتابعة وأضاف خلال كلمته أثناء فعالية تحية مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين أن قراره كان حاسما وهو ذاته قرار مصر دولة وشعبا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا لكن هناك الكثير من المغلطات مشددا على أنه لن يغلق المعبر أبدا في وجه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة كما جدد التأكيد على الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قصريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضمنا مع فلسطين باستادي القاهرة حيث أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين وكان الرئيس السيسي قد حارص في بداية الفاعلية على توسط صورة تذكرية مع منظمات المجتمع المدنية التي شاركت في القافلة الإغاثية التي انطلقت خلال الفاعلية بدأ في السابعة من صباح اليوم سريان الهدن في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية قطرية أمريكية وينص اتفاق الهدن على التهديئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن 19 عاما على أن تسري الهدن لمدة أربعة أيام تبدأ من صباح اليوم يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة ست ساعات يوميا من الساعة العشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة والشمال على أن يتم الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد على أن يتم خلال الأيام الأربعة الإفراج عن خمسين محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 19 عاما ويتم يوميا إدخال مئتي شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وإدخال أربع شاحنة وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة وقبيل سريان الهدنة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع توصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر وأفادت توكلة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي أو طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على منطقات التركمان بحي شجاعية شرق مدينة غزة كما قصف الطيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات المغارقة وسط القطاع مما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وتمكنت تواقم الأسعاف من انتشال 6 شهداء منهم خرج الرئيس الكوبية ميجيل دياس كانيل في مقدمة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة لتؤيد فلسطين في العاصمة الكوبية هافانا وانطلقت المسيرة من مقر وزارة الخارجية الكوبية ومرت بكرنيش ماليكون الشهير الذي تقع بالقرب منه السفارة الأمريكية ووصلت إلى وسط المدينة وردد المشاركون في المسيرة هتافات مطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة كما رفعوا أعلام فلسطين وشعارات تدين إسرائيل وقالت السلطات الكوبية إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو 100 ألف شخص قال فيتالي بارباش رئيس الإدارة العسكرية في أفديفكا إن القوات الأوكرانية أحبطت هجمات روسية متواصلة على المدينة في شرق أوكرانيا فيما أدى قصف روسي إلى مقتل أربعة على الجبهة الجنوبية للحرب في منطقة خيرسون وأضف بارباش أن القوات الروسية أطلقت هجمات هي الأشد ضراوة على المدينة المدمرة حيث لا يزال هناك أقل من 1400 شخص من أصل سكانها الذين كان يبلغ عددهما 32 ألفا قبل الحرب التقى وفدنا من تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية بحزب إرادة جيل وحزب التجمع وحزب العدل جاء ذلك ضمن اللقاءات التي تعقودها التنصيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمة وصيغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية وركزت اللقاءات على دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية